اشتركوا في القناة 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 من 24 في شهر 10 مع 8 الليل وهي جلسة منها كالتعالج مدة 24 25 26 وكتأخذ الأدوية ديالها وكتأخذ الرعاية ديالها وكيدروا لها التحاليل تميع التحاليل اللي ادرنا لها في نهار 2 اللي هو 26 قبل ما تخرجها ستدير واحد الراديو راديو توراكس راديو توراكس وتواكب هاد الهبوط ديالها مع انه واحد جنين اخر سننضير لتاوى الراديو ستعشنين يعني انك تغيير وقع فاديو انا نجيه فاشداروا الراديوات بجوج تطلعوا حتى الراديو عندنا في السصول تطلعوا عواد ما يحطوا درية فوق من دوسة درية حتى فوق من دوسة درية وبما ان الحالة ديالها استقرات وما اختش تبقى طبيبك تباتلها ورقة الخروج عادة انه ورقة الخروج كتبير الممرضة الرئيسية بطرف الاوقات العادية من ثمانيهوص الاربعونس لكن نهار تواكب ان السيدة الممرضة الرئيسية كانت مريضة فكانت عندها رخصة مرادية ومجاج اذا كانوا الناس اللي مقابلين لغارض هم اللي مكلفين باش يديروا لسورته فنهار اثنين كما تعرفوك يكونوا بزاف لسورته بالدرجة انه خرجت بزاف درية خرجنات تقريبا اشي ثلاثة او اربعة باش ندخلوا واحدين اخرين لان ما كان نزيد واحد للملاحدة ان المصلحة الوحيدة لدي المواد الجودة اخدوه الناس هي اللي كنا هنا في بانيوم لا يوجد شيء مرفق خورش لذلك لدينا واحد الكباسيتي العشرين كان وصلت الى اربعين ونحن لا نستطيع ان نرفضه اي واحد لان الله يكون حسن العوان لا نستطيع ان تبقى فينا الانسانية لذلك الدري يأخذ على الاقل واحد الرعاية لا تجيناش ان الدري نقوله لا يوجد شيء بشيء بحاله ونشده كل شيء فمن اللي بدأت تخرجه عوض ما تخرج دري خرجه الدري في هذه اللحظة السيدة تسحب رأسها للدري الممرضة تسحب رأسها للدري لان الدوسيء فوق من الدري ديالها بشكل امور الغد اللي في الصباح تجيط طبيبة تدير الطورة دياله تشوف تتفاجأ ان الدري اللي خصتها تخرج مازال كينة دري ما كانش فليذلك هجا وعندي كيش دريو أنا من الصدمة هذا لأنها عمرها موقعات عيط الأب الدري اللي هو الفري يقع خطأ فهذا وقام خلوع الله يكون في حسن العوان المشكلة هي بلد الحقوق والديمقراطية و اللي كيصار علي أجالة الميك ناصر والله وكوكين نجي من المؤسسات الحمد لله بلد منفاتح بعدناش احنا كنخطي كنصحفة مشكورة ركتها تعاونة باش نحل المشاكل كل دي حقي حقها كنشكروت الجريدة اللي دارت هذه القضية باش يتحل المشكلة باش ما يتبقاش لأن دايجا لهاد المشاكل يكونوا الصحة عندنا رك عارفوا هاد المشاكل ديال كوفيد وهذا ونزيدوا هاد المشاكل الاخرى لا داعية فانتما مشكورين جيتوا باش جيدوا تحلوا الامور وباش تحلوا باش تحيدوا اللبس وتحلاج فالسيد سيفري انا اتصلت بالمسؤولين ديالي اتصلنا بالوكل الجالة المالي اعطيت تعليمات دياله جات الشرطة العلمية قدلنا المسائل عيطنا عليه دابع الامورة في التحقيق سيتا وراء اخذوا الاقوال دياله اخذوا الاقوال الممرضة اخذوا الاقوال ديالي تانايا الشرطة وان شاء الله سيقدر لتحاليل دياله سيزيد نتأكده لاننا احنا مأكدين مية في المية ان هذه البنية ديالته ولكن سيزيدوا لتأكده باش نحق او الشك باليقين باش هو يعيش مرتاح وما يكونش عنده في غضة والغضة هو لانه عود بشي تسولت عود ثاني الممرضات كي عودوا يأكدوا لي بانه قالوا الاستيدار عندك بنت عندك مولود جديد ببنت ماشي عوحدة ماشي عاجوج هي الله يكون في حسن العوان حيث كانت خارجة من البنج واش مد نتابهاش واشت الخلعاء واش هذي بقها جديدة اول مرة تولد هنا اول مرة تولد هنا اول مرة تولد هنا اول مرة تولد كيف في ولد جديد تقدر سيزاريان والدرية بقها صغيرة تقدر هي مع الخامس معادش مزيان اولا ما شرحوش ليارك تعرف هذي الحالات يقدروا يوقعوه هذي الناس اللي يدخلوا في الخير كاملين الله يزازيهم بخير الله يرحم لهم الوالدين واذا بره نعطيتهم هولدهم وعطوني بنيتي اينا والمشكلة راه تحل والله يسامح علينا الحمد لله وصلنا لمنزل ديالدك الجانيل اللي تستبدل بمستشفى الطفل والام بانيو جينا مع السي عبدالله ولقينا بأن الدار فرحانين والعائلة دياله فرحانة الشريفة ديالي شنو كيف تحسي من الوصلة؟ حسيت أولي دي بالدنيا والأخيرة ودفت دار من عمد الله وفرح دياله ودير جاعت لي بنتي وكي خلت المرأة وخليت كنتي وما حتصبتها وسلمت عليها ونهار كبيرة سيدي هذا غير حمي الوالدي عبدالله وصلة البنيتة ديالك المنزل ديالك شنو الإحساس ديالك الآن؟ أسيدي سنبتن سنشكركم الله يرحملكم الوالدين والله يزازيكم بخير والحمد لله مدي جبرنا لوجوه ومعنا وردون لنا بنيتنا والله يسامح علينا واحد حاجة كي كانت تعامل ديال الرجال الشرطة اللي تقربا صارتين معهم حتى لش الربعة تصبح؟ ما قصروش من جهدهم ما نكذبوش على الله عملوا معانا مزيان ووقفوا معانا واستقبلوني مزيان وثالث الربعة تصبح وما أنا معاهم سيتي ريقلوا معاي هذا مسألة للعديين باش بغيران نزيدون من أكدوا عليها دارت هذه القضية للعديين؟ دارتتت للعديين الهزول البنية والظلمة ده بنتا أنفسانيين كي دير؟ بل الحمد لله من هنا تتخرج ودخلت أنا عندما صرغ بمن الزوك في ومنعورث قلت لما هي ورية ليش ولدس ورية والي هي وليه تفيلول ولا تفيلول ولا يقولوا لي راه وما بغاوش ما كان شي دي قليل للا ولايه تحللت لي هودا الباب ما كانش ابشيت بحالة اللي دي جيتل هنا بحالة المهم الفرحة كملت في المنزل ديال الساعة عبدالله بعد ما وصلت له لابنة دياله سازديرك من رجعت لأختك الصغيرة أنا فرحة لبزيب حتى رجعت أختك الصغيرة لطاعة ما عندك شي اختيار الاسم ديالي اللي غادي تسميها؟ شئ اختيار ديالك نتي عاجبك ستصقرحي على نبابك فاتيم الزهرة ستسميها فاتيم الزهرة قابل على دع قابل بالفرحات شعالية فاتيم الزهرة المهم فاتيم الزهرة صغيرة مدام جايت المكنتيا فاتيم الزهرة وكنت منهو ان هاد الامر هدا يعني ما يتكررش مرة تانية لان فيه بزاف ديال الكحتيت المشاكل سووا نفسانية بالنسبال العائلات كان معكم رشيد السلمي تالغزا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة